المترجم للقناة تتوغل في الأسر المغربية منذ العهد الإسلامي إلى يومنا هذا إلا أننا في الأيام الحديثة أو في الآوينة الحالية أصبحنا نلاحظ ظواهر غريبة تتعلق بالحيوانات الأليفة بما في ذلك التعذيب، التسميم، الحرق، التنكيل بها بشدة أنواع تعذيب المبالغ فيها أو الغير المبالغ فيها التساؤل الذي يطرح نفسه هنا هل القانون المغربي يجرم فعل التعذيب المتعلق بالحيوانات أم أم لا؟ هذا السؤال يحيلنا على مقتضيات القانون الجنائي وبالضبط المواد من الفصل السمية واحد إلى السمية وربعة الفصل السمية واحد ينص على أنه من سمم دابة ودواب الركوب أو الحمل أو الجر أو من البقر أو الأغنام أو الماعز أو غيرها من أنواع ماشية أو كلب الحراسة أو أسماكا في مستنقى أو تريعة أو حوض مملوكة لغيره يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم كذلك الفصل السمية وجوج من نفس القانون ينص على أنه من قتل أو بطر بغير ضرورة أحد الحيوانات المشار إليها في الفصل السابق أو أي حيوان آخر من الحيوانات المستأنسة الموجودة في أماكن أو مباني أو حدائق أو ملحقات أو أراد يملكها أو يستأجرها أو يزرعها صاحب الحيوان المقتول أو مبتور يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهم من هنا يتضخ لنا وبكل وضوح وبكل سجل بأن المشرع المغربي أو القانون المغربي يعاقب على كل من عدب أو نكل أو سمم أي حيوان من الحيوانات المنصوص عليها في الفصول التي ذكرنا أو الحيوانات الأليفة على العموم إلا أن التساؤل المطروح والذي استنبطناه من ذات الفصول التي سنها المشرع المغربي أنه ينص على العقوبة التي يجب تسليطها على الشخص الذي يقوم بتعديب هذه الحيوانات وينص الفصول المتابعة التي ذكرنا بأن الحيوانات يجب أن تكون مملوكة للغير إلا أن التساؤل الذي يطرح نفسه بإلحاح مرة أخرى هل الحيوانات الضالة وغير الممنوكة للغير والتي نعينها يوميا في الشوارع وفي الأزقة لا تخضع ولا يحميها القانون الجنائي هنا نناشد المشرع المغربي أن ينظر بعين الرحمة وعين الرأف وعين الشفقة بالحماية القانونية اللازمة لأن الفصول لا تنص على أن الحيوانات الأليفة الضالة غير محمية لا تخضع للحماية القانونية طالما أنها ليست مملوكة للغير في هذا الإطار فإنه إذا تمت معينة تعديب لحيوانات أليفة كيفما كانت كالقطط أو الكلاب أو غير ذلك فيمكن للأشخاص الذاتيين أو المنظمات أو الجمعيات أن تقوم بتقديم شكايات إلى الجهات المختصة ليقوم الجهات المختصة بالقيام بإجراءات البحث والتحقيق المتعلقة بهذه الظاهرة حتى يكون المعدب أو المقترف لهذا الفعل المخل عبرة للغير على اعتبار أن الله سبحانه وتعالى يقول ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء فمن الجانب الإنساني فالنفسه تشمئزه من المعدب وفما باله القطط والكلاب الأليفة التي اعتدنا على ملاطفتها وعلى التعايش معها أن نراها في محروقة أو مسممة أو غير ذلك من أنواع التعديب وما تنسوش تابنوا معنا فلاشين وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي